محمد العامري المستشار تعليمي تربوي حياة كلها دكتور صباح الخير صباح الخير صباح الخير أهلا ومرحبا بك أستاذ هاني أهلا ومرحبا بك أستاذ سارة ويميع مشاهدينكم الكرام أهلا وسهلا بك في البداية خلينا نطرح الأسباب لعدم المحافظة من الطلاب على كتبهم خلال العام الدراسي كل شيء في حياتنا هو عبارة عن أما يكون نبات أو جماد أو حيوان نحن نعطيه القيمة بمعنى هذا القلم الآن في يدي هو قد يكون الآن قيمته نص ريال قد يكون بعض من الناس يشوفون أنه قيمته عالية قد يشوفون الناس أنه قيمته منخفضة بالنسبة لهم احتياجي للشيء نظرتي للشيء هو الذي يعطيه قيمة لذلك الكتاب المدرسي الموجود في يدي الطالب هو الآن جماد موجود في يدي الطالب إذا الطالب شعر بقيمة عالية نحن هذا الكتاب من الناحية المعرفية والمعرفة الثقافية ونظر له أنه مصدر من مصادر المعرفة اللي تزوده بالمعرفة والساعده في بناء المستقبل وخبرة الساعدة المستقبل يصبح هذا الكتاب ذو قيمة عالية إذا الطالب نظر أن الكتاب مجرد يعني كتاب حصل عليه يعني مدرسة وزعته ولم يشعر بقيمةه العلمية وقيمةه الثقافية لن يشعر بتقديره ولذلك يأتي دور الأسرة دور المدرسة دور وسائل الإعلام الواعية وأنا أشكركم حقيقة في هذا القناة الفاضلة أنتم مجرسين تظروا حتى تحصل المشكلة في نهاية الاختبارات وتبدوا في التوعية أنتم الآن تقوموا بعملية التوعية شكرا لكم حقيقة نحن يجب جميعا أن نتضافر جهودنا لأن نشعر الطالب بقيمة ما يمتلكه سواء كان ممتلكات خاصة أو ممتلكات عامة ومن ضمنها الكتاب القيم اللي بين يدينه نعم دكتور أهمية المحافظة على الكتاب المدرسي هي متعددة وكثيرة لو نذكر أبرزها وأبرز تأثيراتها على السلوك الطالب وكثير يخلط بين قيمة الكتاب كقيمة مادية وبين التزام الطالب بأنه الكتاب أشبه بالعهدة عند الطالب والمحافظة عليه تفضل الدكتور دكتور خذنا نقول عشان نعرف قيمة الكتاب زمان أول ما كان عندنا التلفاز ولا كان في عندنا الآيباد ولا في عندنا وسائل المعرفة كانت القرية لما يجب المدرسة توزع الكتاب المدرسي كان يعتبر الكتاب المدرسي هو مصدر المعرفة مصدر شعلة الإنارة بالنسبة لمن للطالب وذلك يبقى هذا الكتاب مع الطالب ويتداوله ويبقى يحطه في مكتبته وممكن حتى أخوانه الأصغر منه أيضا يطلعون على الكتاب ويشعر الطالب أن هذا الكتاب هو جزء من معرفة الخاصة به هذا الأمر ما زال حتى الآن موجود لأن الكتب المدرسية اليوم ما شاء الله تم تطويرها وبشكل كبير جدا وأصبح فيها باركود لعملية الحصول على معرفة أكثر أصبح فيها تواصل أكثر إنما شعور الطالب بأهميتها هو اللي يحتاج أن نكون بعملية تنميته ولذلك السؤال الذكي اللي سألته أستاذ هاني هو ما هي أهمية هذا الكتاب إيش الفوائد ممكن يحصل عليها الطالب من هذا الكتاب من فوائد الكتاب رفع قيمة الاهتمام بالعلم إن الطالب يشعر بأهمية العلم ذاته فالكتاب هو أحد المكونات الثلاثة في العملية التعليمية أي عملية تعليمية تحصل بثلاثة مكونات طالب ومعلم ومقرر المقرر هو اللي سيعطينا مصدر لمعرفة ولذلك إذا شعر الطالب أن الكتاب هو مصدر المعرفة بالنسبة له سيشعر الطالب أنه هو الآن أمام كنز معرفة خاص به إذا عندي الآن معرفة هي الشيء للدولة والشيء للوطن يريدني أن أتعلمه الشيء الثاني إعطاء الكتاب قيمة علمية عند الطالب أن يشعر الطالب أن هذا الكتاب ممكن يساعدني في حل كثير من مشكلات وأجيني في الحياة كلما حصلت على معرفة من المعارف اللي أحصل على الكتاب فأنا جايس أبني خبرة تجاه المستقبل وبالتالي أنا الآن جايس أتعرف على كيف أحل المشكلات وكيف سطيع الخطط المستقبل النقطة الثالثة تشجيع الطالب على الدراسة نفسه الكتاب اليوم الكتب خاصة الحديثة الآن أصبحت لها حواشي وأصبح لها الآن وسائل تواصل وسائل جمع معلومات وبالتالي يمكن ساعدنا بشكل كبير جدا على التحضير الدهني والساعدنا على طالب المعلومة والساعدنا أيضا على الأصول المعرفة وبالتالي أصبح تشجع بشيء كبير جداً الدراسة والبحث دكتور محمد إحنا ذكرنا عن دور توعية الأسرة ويمكن أنت ذكرت هذا جداً مهم كمان أن الأهالي يساعدوا الطفل وإحنا شفنا بعض التغريدات وواحدة من الأمهات قالت أنه إحنا بنسوي مكتبة للطفل ونخليه مسؤول عنها يمكن هذه واحدة من الأمثلة لكن إيش فيه كمان أساليب أخرى يقدروا الأهالي يستخدموها في البيت حتى يعلموا أطفالهم على تحمل المسؤولية ومعرفة قيمة الأغراض حتى ليس شرط الكتاب دكتور ممكن أدوات المدرسة كانت من الأقلام المقلمية حتى للشنطة شكراً لك أستاذ سارة على هذا السؤال الجميل بيت بلا كتاب جسد بلا روح ولذلك المكتبة في البيت هي عبارة عن كنز للمعرفة داخل البيت هناك مسائل ممكن تستخدمها الأسرة أحضروا قلم أحضروا ورقة قسم الورقة الأربع أكسام أجلس مع الطفلك وتعال ندرس مع الطفلنا كيف يهتم بهذا الكتاب أولاً وبأدواته خلنا نقسم الكتاب الورقة هذه نقسمها إلى أربع أكسام القسم الأول نكتب عليه لا مفيد لا ممتع يعني كيف يصير هذا الكتاب الموجود بيد الطفل لا مفيد ولا ممتع كيف ينظر ابننا نحو الكتاب أنه قد يكون الطفل لا يرى أنه مفيد يجمع له معلومات ولا يرى أنه مفيد ونتناقش مع الطفل كيف ممكن نجعل هذا الكتاب يصبح مفيد وممتع طيب نجلس مع الطفلنا ونسأل سؤال إيش الأشياء الممتعة يا ابني اللي موجودة عندك في الكتاب بيقولك توصيل فيه الآن توصيل في معلومات فيه رسومات ممكن تكون موجودة طيب تعال خلنا نحط أوراق ونحلي مكتب الغرفة حق البيت يصير فيها نوع من رسومات على الجدران البيت بحيث أن نحط له أوراق كبيرة أزيره وأطلب من ابني أن يوصل لنقل الكتاب نفسه إلى خارطة على منع الجدران النقطة الثالثة طيب عندي فيه شيء مفيد ولكنه غير ممتع أبدأ أجعل ابني يطلع المعلومات المفيدة في الكتاب ويحاولها الرسومات على شكل خرائط ذهنية على شكل تدفقات بكذا يصبح الكتاب عندي الآن لا يصبح عندي الكتاب مفيد وممتع وهي النقطة الرابعة الموجودة في الورقة الرابعة إذا استطعنا أن ننقل الأدوات المدرسية والكتب والمغلميات إلى ممتع ومفيد يصبح الطالب مستمتع بالكتاب ويشعر أن الكتاب صديق له الطريقة الثانية هي أيضا أحضر ورقة أخرى وقسم الورقة الآن لأربع أقسام هذه الأربع أقسام وأكتب عليها أنه نناقش أبنا هل الكتاب يعتبر كماليات أم أنه احتياجات مشكلة كثير من أطفالنا أنه لا يرى الكتاب لا كماليات ولا احتياجات وإذلك لو عنده أيباد أيباده لازم يهتم بأيباده ويوضعه في مكان صحيح وما يخلي أحد يلمس الأيباد حقه لكن الكتاب ما هو مشكلة يرمي الكتاب ويخلي أخوانه يشخبطون على الكتاب عادي إذلك يجب أن يشعر بأنه نفس القيمة الموجودة للأيباد هي نفس القيمة الموجودة من الكتاب طيب كيف ممكن أساعد هذا الموضوع ممكن أقول له جيب الكتاب وسوي عمرية مسح وطلع بالبار كود المعلومة والكتاب يصبح صديق للأيباد في عملية جمع من المعلومات إذن سأسأل الطفلي كيف يصبح عنده الكتاب كماليات واحتياجات جميل دكتور محمد العامري مستشار تعليمي تربوي شكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية واتمنى لك يوم سعيد وإن شاء الله الكل يستفيد من هذه المعلومات شكرا لك يعطيك ألف عافية وممكن إحنا كمان الكتاب المدرسي إحنا كمان نبغي نقول له شوية مصائح من عندنا نقول لك الكتاب المدرسي مشاهدين يعني عدى قيمتها العلمية الكبيرة لا تنتهي يعني بعد انتهاء الدراسة وانتهاء الطالب من عنده ممكن ينقذ طالب آخر